اهلا بيكم يا رب كلكم تكونوا بخير هنعمل النهاردة نوع من انواع الحلويات الشرقية ريحة وطعم جوز الهند فيه مميز جدا حاجة كده فوق الوصف طريقة ولذيذة وبتدوب في البق وكمان طريقتها سهلة وسريعة جدا في دقايق هتبقى جاهزة انا اسم ايمان ياريت لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا فيها وتدوسوا على الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم اي فيديو جديد بنزله وياريت كمان تعملوا لايك وشير على الفيديو ويلا بينا نبتدي ونقول بسم الله هنحضر في الاول الشرباط نص كباية من السكر وعليهم نص كباية من الميا بعد كده هنطيف عليهم معلقة كبيرة من عصير اللمون هنحطها على النار الهدية لجاية لما تبتدي تجلي وبعد ما تجلي هنسيبها تجلي لمدة 3 دقايق بعد كده هندفي عليها ونحطها على جنب بعد كده هنجيب بطين هنحط عليهم رشة صغيرة كده من الملح وعليهم باكو من الفانيليا او معلقة صغيرة من الفانيليا وعليهم معلقة صغيرة من الخل بعد كده نص كباية من السكر وهنضرب المكونات مع بعض كويس جدا سواء في المضرب الكهربائي او في الخلاط في الاول على سرعة هادية عشان السكر يدوب وبعد كده هنزود السرعة لجاية لما الخليط يتضاعف ويبقى بالشكل ده بعد كده هنضيف عليهم نص كباية من الزيت وعليهم نص كوباية من الزبادي 125 جرام هنضربهم مع بعض شوية وبعد كده هنضيف عليهم المكونات الجفة نص كوباية من سميد البسبوسة الناعم هنضيفه وهنقلب كده بالراحة لغاية لما يختفي وبعد كده هنضيف نص كوباية من جوز الهند المبشور برضو هنضيفه على الخليط وهنقلب كده لغاية لما يختفي وزي ملاحظتم احنا بنستعمل نص كوباية من كل حاجة فالمقادير سهلة جدا جدا في الحبز بعد كده فاضل بقى اخر حاجة وهي نص كوباية من الدقيق هننخلها على الخليط كده بالتدريج شوية بشوية وعليهم معلقة كبيرة من البيكينج بودر بعد كده هنقلب كويس لغاية لما الدقيق يختفي والخليط هيبقى سايل شوية اكتر من الكيكا العادية زي ما انتو شايفين كده بعد كده هنجيب صينية الفرن صينية الفرن زي مقاسها 25 في 18 سنتي هنحط فيها معلقة صغيرة من الزيت ونوزعها كويس في الجوانب وفي الاطراف كلها وبعدين هنحط الخليط فيها ونساويه كده كويس وبعدين هندخله فرن سخن حرارة 180 درجة على الراف اللي في النص لمدة تقريبا نص ساعة اول ما هتطلع من الفرن وهي كده سخنة هنجيب الشربات اللي احنا عملناه في الاول وسبناه لغاية لما بقى دافي يعني هيبقى دافي لا سائع ولا سخن هنضيفه عليها هنلاحظ ان هي بتتشرابه كله بسرعة جدا وده دليل على نجاح الوصفة بعد كده هنجيب جوز الهند علشان نزين به الوش ولو فيها مكسرات مجروشة ممكن برضو تدفوها وبعدين هنغطيها وهنسيبها لجاية لما تهدى كده شوية لمدة تقريبا عشر دقايق وممكن بعد كده بقى نقدمها حاجة فيه منتهى 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 الجميل يراب يكون عجبكم الفيديو واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية وقولكم على السلام اشتركوا في القناة